الرئيس السيسي يوجه بالتعاون مع مجموعة ميرسك لإنشاء شبكة وطنية لإنتاج وتوزيع الطاقة الخضراء والوقود النظيف للسفن نيابة معنى الرئيس السيسي مدبولي يشارك في المراسم الرسمية لجنازة الملكة إلزابات الثانية استعدادا لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ شكري وناشد الدول والأطراف المعنية بالتحرك العاجل لمواجهة تغير المناخ السادسة بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت جلانتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بحضراتكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء في التعاون مع مجموعة ميرسك العالمية لإنشاء شبكة وطنية متكاملة في مصر لإنتاج وتوزيع الطاقة الخضراء والوقود النظيف للسفن وذلك اعتمادا على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي رئيس مجموعة ميرسك العالمية للنقل البحري سورينسكو بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس حيث استعرض رئيس مجموعة ميرسك مخطط إنشاء مشروع لإنتاج الوقود النظيف للسفن في مصر بقيمة استثمارات 15 مليار دولار استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس مجموعة ميرسك العالمية للنقل البحري السيد سورينسكو بحضور السيد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والسيد هاني النادي ممثل المجموعة في مصر وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول التعاون المشترك مع مجموعة ميرسك العالمية لإنتاج الطاقة الخضراء والوقود النظيف للسفن وقد وجه السيد الرئيس بالبدء في التعاون مع مجموعة ميرسك العالمية لإنشاء شبكة وطنية متكاملة في مصر لإنتاج وتوزيع الطاقة الخضراء والوقود النظيف للسفن اعتمادا على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وذلك بالتكامل مع جهود الدولة للتحول للطاقة الخضراء والحفاظ على البيئة وفي ضوء سلسلة الموانئ الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط بالإضافة إلى الممر الملاحي لقناة السويس الذي يمثل الشريان الأساسي للتجارة العالمية من جانبه أعرب رئيس مجموعة ميرسك العالمية عن تقديره لمسيرة التعاون الممتد مع مصر من خلال هيئة قناة السويس خاصة ما وصلت إليه الهيئة من تطور ومواكبة لأحدث التقنيات الحديثة وما تحقيقه من تطوير وتحديث مستمر لقناة السويس وبنياتها التحتية مما يجعل مصر مؤهلة لتصبح المركز الرئيسي والمحوري لإمداد وتموين السفن بالوقود الأخضر في المنطقة مستعرضا مخطط إنشاء مشروع لإنتاج الوقود النظيف للسفن في مصر بقيمة استثمارات 15 مليار دولار والذي سيوفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل في مختلف التخصصات وشهد الاجتماع أيضا مناقشة سبل تعزيز التعاون بين هيئة قناة السويس ومجموعة ميرسك لسيما في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والنقل البحري واللوجستيات ومحطات تداول الحاويات والخدمات البحرية أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اعتزاز مصر بالروابط التاريخية الوثيقة التي تجمعها بالهند وحرصها على تعزيز مجالات التعاون الثنائي خاصة العسكرية والدفاعية وخلل استقباله وزير الدفاع الهندي راجناث سينج بحضور وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي أعرب الرئيس السيسي عن التطلع لتفعيل الشراقة بين البلدين الصديقين بما يتناسب مع إمكاناتهما في كافة المجالات استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع الهندي السيد راجناث سينج وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي وكذلك السيد أجيد جوبتي سفير الهند بالقاهرة والسيدة نيفيديتا شوكلا وكيل أول وزارة الدفاع الهندية والسيد ألوكتوراي سيكرتير خاص وزير الدفاع الهندي وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس طلب نقل تحياته إلى رئيس الوزراء الهندي السيد نارين درامودي مشيرا سيادته إلى اعتزاز مصر بالروابط التاريخية الوثيقة التي تجمعها بالهند وحرصها على تعزيز مجالات التعاون الثنائية خاصة العسكرية والدفاعية وكذلك التطلع لتفعيل الشراكة بين البلدين الصديقين بما يتناسب مع إمكاناتهما في كافة المجالات من جانبه نقل وزير الدفاع الهندي إلى السيد الرئيس تحيات رئيس الوزراء الهندي معربا عن تقدير بلاده لما تشهده العلاقات المصرية الهندية من تنامي وازدهار ومؤكدا اهتمام الهند بتعميق تلك العلاقات التاريخية في ظل الطفرة التنموية الشاملة التي تشهدها مصر تحت قيادة السيد الرئيس فضلا عن الدور المصري المحوري والحاسم في مكافحة وقهر خطر الإرهاب الأمر الذي ألقى بظلال الأمن والاستقرار في مصر وعلى الأمن الإقليمي بأسره وفي هذا الصياق تتطلع الهند لتبادل الخبرات وترسيخ الجانب العسكري والأمني في إطار علاقات التعاون المشترك بين البلدين وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد بحث سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين خاصة ما يتعلق بالتعاون في التصنيع المشترك ونقل وتوطين التكنولوجيا بهدف استغلال الإمكانات والبنية التحتية المتاحة لدى البلدين فضلا عن التعاون في مجال التدريب والتأهيل والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات والمعلومات بشرت لجلة العفو الرئاسي عملها في ملف دمج المفرج عنهم وتلقت عددا من الطلبات لمواقف المفرج عنهم سواء بقرار من النيابة العامة أو بقرارات العفو من الرئيس عبد الفتاح السيسي وقد تم بالفعل تنفيذ عدد من الإجراءات بعودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل كما سيتم التنصيق مع الجهات المعنية لحل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال هذا وقد أكدت لجلة العفو أنها وحدها دون غيرها التي تقوم بالتنصيق مع جهات الدولة في هذا الشأن وأنه لا صحة لما تعلنه بعض الكيانات أو الأحزاب أو الشخصيات بذات الشأن لمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الدكتور عصام خليل الرئيس حزب المصريين الأحرار دكتور عصام بعد التحية يعني بداية كيف ترى قرارات لجنة العفو الرئاسي بدمج المفرج عنهم في المجتمع بتوفير فرص عمل أو بعودة البعض لأعمالهم السابقة أهلا بك يا سيد محمد طبعاً ده تقليد جديد جميل جداً ورائع وبيصب يعني الحياة أنا ده أسعجه جداً لأنه أنا ما بتمكه في الحياة أنا برجعه تاني إلى أن يبقى مواطن بيمارس حياته الطبيعية صحيح طبعاً إحنا بنحييهم وأيضاً بحييهم على الأداء وسرعة الوثيرة في عرض الأسماء المقترح أن يفرج عنهم لأنه لجنة العفو الحقيقة هي ما بتفركش لجنة العفو هي بتعمل درافات للحالات الموجودة وتم معرضها على القيادة السياسية والقيادة السياسية التي بتدريس الموضوع وهي صاحبة القرار بتخذيني يا سيد محمد أن أنا أخذ دي في نقطة دين على أجالة فضل يا فاني فضل الأولانية أنا عايز بس أقول أن لجنة العفو دي ما هياش جديدة لجنة العفو دي موجودة منذ سنوات منذ أن أعلن عن إنشاءها فخامة الرئيس في إحدى مؤتمرات الشباب صحيح ثم تم تفعيلها وتعادل تشكيلها فأنا بحيي اللجنة الجديدة تشكيلها جديدة الجزئية الثانية أنه يعني مش عايز أربط لأنه أنا شايف أنه في بعض الأقاويل أن اللجنة العفو والوتيرة نتيجة للحوار الوطن لا لجنة العفو موجودة من قبل الحوار الوطني بكثير جدا وهنا بس عشان برد عشان أن في بعض الأصوات المعارضة القيادات بتقول أن إحنا عايزين يفرج عن كل السجناء الرأي والتعبير قبل حضورنا الحوار الوطني طبعاً ده كلام مرفوض تماماً يعني أنا هنا برضو النقطة الثانية اللي عايز أتكلم فيه مع حضرتك إن إحنا عايزين نبقى دايماً نعرف حرية الرأي والتعبير حرية الرأي والتعبير لا تعني يعني أنا لما أكون ده عبارة جميلة حق يربي بط صحيح أنا حين أنشر الإشاعات أربارت منها هو التحريض على خراب الدولة أو الإثارة هذا يجرب لأنه نشر إشاع أو خبر كاسب أو حتى بقول بعض الأخبار لكن الغرض منها هذا فلأنه حضرتك النهاردة بالحروب الجديدة الكلمة أقوى من السلاح يعني بصفتك يا دكتور عصام بعين رئيس حزب مصرين الأحرار هذه الخطوة قررت لجنة العفو الرئاسي الأخيرة إلى أي مدى هي بمثابة خطوة لبناء جسور للثقة ما بين كافة أطراف العملية السياسية في المشهد الحزبي المصري المفروض حالتك أنها طبعا بتعزز جسور الثقة ولكن هو من يستقبل هذا الخبر هل هو عنده نية أن يكون هناك جسور ثقة أو ليس لعنده نية لجسور ثقة فدي برضو عشان أكون صريح مع حضرتك تتوقف على مطلقي هذه القرارات والأداء بل يمكن كمان النهاردة طيب هو لجنة العفو أضافت إنها تتنجهم في الحياة وإجابة فرص عمل ده ما كانش مصلوب ما كانش موجود فكوني أنا بعمل ده دي معناها أن هناك نية صادقة على سبح المجال لكل من يريد أن يخدم الوطن يعني لا خلاف على الوطن لأنه بدأ ملايسا خلاف على الوطن وعندي خرية وعايز أعترض على شيء أبود أن أعترض بأسلوب اعتراض بالناء بما معنى أن أنا بعترض على شيء أنا بقول فيه إيه من وجهة نظري دي صريقاً حلول صحيح فلا داعي لإستخدام حتى أبوه ذا حتى كنت تقول لي جذور ثقة فيه ناس هتلاقيها برضو ما فيش جذور ثقة يعني من يدعي أنه لن يحضر الحوار الوطن إلا بعد الإفراج عن الكل لا ده أسلوب يعني الحوار الوطن ما هواش أسلوب للاوي الأزرع يعني صحيح لا ده كلمة تفوت تماماً صحيح دمج المفرج عنهم داخل المجتمع من جديد أشكرك شكراً جزيلاً دكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين المأحرار كنت معنا عبر الهاتف أكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق اعتزاز مصر بالروابط التاريخية والقواسم المشترقة التي تجمع بين البلدين الصديقين جاء ذلك خلال استقباله السفيرة الصربية في القاهرة ميرسولافا تشيسو توفيتس وأعرب رئيس مجلس الشيوخ خلال اللقاء عن تطلعه لدعم العلاقة بين البلدين على مختلف المستويات في ظل توجه القيادة السياسية لكل البلدين وحرصهما على المزيد من التعاون لتحقيق مصالح الشعبين من جانبه أشاد السفير الصربية بما تتسم به العلاقات المصرية الصربية من تميز ورسوخ يمتد لمئة وأربعة عشرة سنة مؤكدا حرص بلاده على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع مصر شارك رئيس الوزراء مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في المراسم الرسمية لجنازة الملكة إليزابيث الثانية وسجل مدبولي كلمة تأبين أكد خلالها وقوف الشعب المصري إلى جانب الشعب البريطاني في هذه اللحظة الحزينة وتمنياته له باستمرار التقدم والإزدهار التقى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي مع وزير الدفاع الهندي راجاناث سينج والوفد المرافق له والذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والهندية التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالسيد راجاناث سينج وزير الدفاع بجمهورية الهند والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل البلدين تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والهندية وأعرب القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بعلاقات الشراكة التي تربط القوات المسلحة المصرية والهندية في مختلف المجالات العسكرية مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون في مختلف المجالات العسكرية لكل البلدين الصديقين من جانبه أعرب وزير دفاع جمهورية الهند عن تقديره الكامل لدور مصر الفاعل في محيطها الإقليمي والدولي متمنياً أن تشهد المرحلة القادمة دعم آفاق جديدة لمجالات التعاون العسكري لكل البلدين كما وقع السادة وزراء دفاع البلدين مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري تضمنت أهم الأنشطة التي تسعى القوات المسلحة للبلدين لتدعمها خلال المرحلة المقبلة حضر اللقاء وتوقيع مذاكرة التفاهم الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والهندية والسفير والملحق العسكري الهندي بالقاهرة في إطالة استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائز الأسلحة النارية ومتفحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد أصفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإجابية التالية جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أصفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد خمسمائة وثلاسة وتسعين عنصرا إجراميا ومصر عنصر إجرامي شديد الخطورة بنطاق سلاس وعشرين مدرية أمنة وسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة، سلاح، مخدرات، قتل وضبط معهم سلاسمائة وإحدى وستين قطع السلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية الشديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات ضميات وبرسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسمائلية تم ضبط تسعين متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع ألف ومائتين واثنتين وثمانين قطع السلاح ناري أبرزها مائة وسمان وخمسون بندقية ومائة وسبع وعشرون بندقية ألية وسمانية وستون مسدسا وتسعمائة وتسعة وعشرون فرد محل الصنعة وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة ومائة وسبعون خزينة إضافة لألف وستمائة وسبعين قطع السلاح أبيض كما تم ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلهما أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع وترسيخا لمبدأ سيادة القانون نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ خمسمائة وخمسة وثمانين ألفا ومائتين وخمسة وتسعين حكما قضائيا من بينهم ألفان وسلسمائة وخمسة وستون حكم جناية ومائتان وأربعة ألف ومائة وأربعة وسلسون حكم حبسة وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 12 تشكيلا عصابيا ضموا واحدا وأربعين متهما قاموا بارتكاب 63 حادث سرق متنوع وتم كشف غموض 78 حادث ما بين حريق عمد وقتل والسرق بالإكراه وانتحال صفا وضبط مرتكبها بإجمالي 107 متهما وتم إعادة ثمن سيارات مبلغ بسرقتها وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1854 قضية إدغار في المواد المخدرة من بينها ما يقرب من 498.5 كيلو جرام من مخدر الحشيش وحوالي 1282 كيلو جرام من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهروين وزنت أكثر من 47 كيلو جرام وضبط قرابة 8.5 كيلو جرام من مخدر الآيس الشابو إضافة إلى حوالي 13.5 كيلو جرام من مخدر الاستروكس وعدد 17478 قرص مؤسرة و48047 قرص ترامدو المخدر هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 53 مليون جنيها كما تم ضبط خمسة مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان وتم ضبط قضية غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة 20 مليون جنيها متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت وزارة الداخلية من ضبط 471 قضية تموينية بمضبطات بلغت قرابة 137 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 95 طن كما تم ضبط أكثر من 41 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 712 قضية من بينها 90 قضية خبز ناقص الوزن و 63 قضية خبز غير مطابق للمواصفات عقد وزير الخارجية سامح شكري دلسة مباحثات مع وزيرة خارجية النرويد أنتين هوتفلد تناولت المباحثات متابعة مسار العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها حيث رحب شكري بالزخم الحالي في توجه الاستثماري للشركات النرويدية في مصر في مجالات الطاقة النظيفة وإنتاج الهيدروجين الأخضر والصناعات التيموية وتطلع نحو التوسع في هذه الاستثمارات لتشمل قطاعات واعدة أكد وزير الخارجية سامح شكري عمق علاقات التعاون التي تربط بين مصر وملطة في العديد من المجالات جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده شكري مع وزير خارجية ملطة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة تناول اللقاء عددا من الملفات شملت قطاعات النقل والغاز ومكافحة الهجرة غير الشرعية كما رحب وزير خارجية مصر وملطة بالتقدم المحرز في تكثيف آليات التشاور السياسي بين الجانبين حيث رحب شكري بالتوقيع على الاتفاق السياسي للشبكة التعاونية المتوسطية لصناديق الثروة السيادية في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا كما عقد شكري اللقاء مع نظيره السربي نيكولا سيلاكوفيتش على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك بحث اللقاء علاقات الصداقة المتميزة والقضايا المشتركة بين البلدين ناشد وزير الخارجية سامح شكري كافة الدول والأطراف المعنية بمضاعفة الجهود على نحو يلبي نداء الملايين حول العالم بالتحرك بشكل عاجل لمواجهة تغير المناخ وفي رسالة مسجلة أشار شكري إلى أنه يبقى خمسون يوما على انطلاق أعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي والذي يعقد على أرض مصر في نوفمبر القادم لافتا إلى أهمية عدم تشتيت الانتباه عن عمل المناخ الدولي كما دعا المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهد وإظهار المزيد من الطموح والتصرف بشكل أسرع وأكثر حسما وحث جميع بلدان العالم على تحديث المساهمات المحددة وطنيا بالإضافة لتوجيه تنميتها نحو مسار أخضر منخفض الكربون السادسة نزالت متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها لفراف يشدد على ضرورة وقف قصف محطة زاكوريجا النووية ويطالب بالتحقيق في الهدمات على المنشأة بحث وزير الخارجية الروسي سيرجيلا فروفا مع نظيرته الفرنسية سبل توفير الأمن لمحطة زاكوريجيا النووية وخلال مباحثاتهما شدد وزير الخارجية الروسية على ضرورة وقف قصف محطة زاكوريجيا كما طالب لفراف بضرورة التحقيق في الهدمات المتكررة على المنشأة النووية تعهد الرئيس الأوكراني فولوذمير زيلانسكي بعدم توقف القتال الذي تقوده أوكرانيا لاستعادة أراضيها جاءت تصريحات زيلانسكي في الوقت الذي قالت فيه كييف أن قواتها عبرت نهرا رئيسيا مما يمهد الطريقة لهجوم على القوات الروسية في منطقة دونباس بشرق البلاد اتهمت أوكرانيا روسيا بقصف موقع محطة نووية في جنوب البلاد وأعلنت الشركة المشاغلة للمحطة النووية الأوكرانية قصف الجيش الروسي المنطقة الصناعية بالقرب من محيط المحطة النووية مضيفا أنه وقع انفجار قوي على مسافة 300 متر فقط من المفاعلات النووية للمحطة ندد الكريملين بمزاعم حول العثور على مئات الجثث وعلى مقبرة جماعية في مدينة إزيون بمنطقة خاركيب شرق أوكرانيا بعد استعادتها من القوات الروسية واعتبر المتحدث باسم الكريملين دمتري بيسكوف أن هذه المزاعم تعد أكاذيب لا فتن إلى أن بلاده ستدافع عن الحقيقة في هذه القضية وأضاف بيسكوف أن السيناريو ذاته حدث في بوتشا وهي مدينة أوكرانية أخرى اتهمت القوات الروسية بارتكاب فضائع فيها وهو ما تنفيه موسكو قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن إمكانية إجراء مفاوضات مباشرة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلودومير زيلنسكي بعيدة جدا وأكد بوتيريش أهمية خلق ظروف للتوصل إلى السلام وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على استعداده لتقديم خدماته للمساهمة في إجراء هذه المفاوضات مشيرا إلى أن إنعقادها يعتمد على رغبة بوتين وزيلنسكي قال الجيش البريطاني إن روسيا فقدت على الأردح أربع طائرات مقاتلة على الأقل في أوكرانيا خلال الأيام العشر الأخيرة ليصل إجمالي الطائرات التي فقدتها إلى 55 منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية أن هناك احتمالا واقعيا أن تكون بعض الطائرات حرفت ودخلت مناطق دفاع جوي أكثر كثافة مع تغير خطوط المواجهة بسرعة أعلنت وزارة الزراعة الأوكرانية أن صادرات الحبوب الأوكرانية تراجعت نحو 46% على أساس سنوي في موسم 2022-2023 حتى الآن لتصل إلى نحو 6.5 مليون طن وانخفضت صادرات الحبوب في أوكرانيا منذ بداية الأزمة بسبب إغلاق موانيها على البحر الأسود وهو طريق رئيسي للشحن مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوفا من حدوث نقص في أفريقيا والشرق الأوسط وأظهرت البيانات أن نواتيرة صادرات الحبوب ارتفعت حتى الآن في سبتمبر ولكن الأحجام لا تزال أقل بكثير من مستويات الموسم الماضي أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتينيو أن مصادر الطاقة المتجددة هي المصار الوحيد الموثوق في سبيل تحقيق أمن حقيقي واستقرار الأسعار في مجال الطاقة وطالب جوتيريش بضرورة أن تزيد حصة مصادر الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء العالمية من حوالي 30% إلى أكثر من 60% في عام 2030 و90% في عام 2050 اقترح وزير الاقتصاد والتجارة والصناع الياباني مشروعا للعمل مع رابطة دول جنوب شرق أسيا الأسيان لتعزيز سلاسل التوريد من خلال تبادل البيانات بين الشركات قال الوزير الياباني إن كل منطقة تتأثر بما وصفها بزيادة عدم اليقين الجيوسياسي مؤكدا أنه من المهم لليابان والأسيان العمل معا لتغلب على التحديات وأشار الوزير الياباني إلى أن بلاده تعتبر الأسيان أهم منطقة لمزيد من النمو للقاعدة الصناعية قالت شبكة الكهرباء الوطنية في فنلندا إن المواطنين يجب أن يتأهبوا لحدوث قطاعا في الطيار الكهربائي خلال فصل الشتاء المقبل وأرجعت شبكة الكهرباء السبب إلى النقص المحتمل في إمدادات الطاقة كانت دول أوروبية عدة دعت تحذيرات للمواطنين أو وجهت تحذيرات للمواطنين لترشيد استهلاك الكهرباء خلال الفترة المقبلة وذلك لمواجهة النقص المحتمل في الطاقة انتقدت الصين تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن بلاده ستدافع عن تايوان ضد أي هبوم صيني واعتبرت الخارجية الصينية تصريحات الرئيس الأمريكي حول تايوان أنها انتهاك خطير لسياسة واشنطن حيال الجزيرة مؤكدة أنها تحتفظ بحق اتخاذ كل الإجراءات الضرورية كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن عزم بلاده دفاع عن تايوان حال تعرضها لعملية عسكرية من قبل الصين وشدد بايدن على أنه بموقفه هذا لا يشدع الجزيرة على إعلان استقلالها مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى القرار تايبي كانت بيتين قد عارضت بشدة الزيارة التي أجرتها لجزيرة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي فيلوسي وأجرت الصين بعدها تدريبات ضخمة استمرت أيام عدة في محيط تايوان أعربت روسيا عن أملها في إحلال السلام في منطقة القوقاز عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي فيلوسي إلى أرمينيا وصرح المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن زيارة فيلوسي إلى إيريفان مرحب بها إذا أسهمت في إحلال السلام والاستقرار في المنطقة ولفت إلى أن نتيجة الحقيقية للزيارة ستظهر خلال الفترة المقبلة حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين رئيس أذربيجان إلهام علييفا على الالتزام بوقف إطلاق النار المتفق عليه مع أرمينيا وأوضحت الخارجية الأمريكية في بيان أن بلينكين دعا الرئيس الأذربيجاني إلى فضي الاشتباك بين القوات العسكرية في أقليم ناجورنو كارباخ مشددا على ضرورة العمل على حل دميع القضايا العالقة مع أرمينيا من خلال المفاوضات بين البلدين أعربت وزارة الخارجية الروسية عن استعدادها لإجراء محادثات لتبادل السجناء لتحرير مواطنين أمريكيين اثنين محبوسين في روسيا وأضافت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زخاروفا أن السفارة الأمريكية في موسكو لا تلتزم بأداء واجباتها الرسمية فيما يتعلق بمواصلة الحوار كانت روسيا قد أشارت إلى أنها منفتحة على تبادل السجناء مضيفة أن واشنطن لن تساعد جهود تنظيم التبادل للسجناء ودعت إلى إجراء محادثات خاصة عوضا عن ذلك اتفقت الصين وروسيا على تعزيز الثقة المتبادلة ودعم مسارات تنمية لكل منهما بما يتماشى مع ظروفهم الوطنية وحماية الاستقرار الاستراتيجي العالمي بشكل مشترق خلال الدورة السابعة عشر للمشاورات الأمنية الاستراتيجية بين البلدين أشارت بكين إلى أن العلاقات المشترقة ازدهرت في السنوات الأخيرة بتوديه من زعيمي البلدين وأشارت الصين إلى أنها تواصل مع روسيا تعميق تنسيك الاستراتيجي وأنهما يدعمان بكوة المصالح الجوهرية لبعضهم البعض مما يثري التعاون في مختلف المجالات لقي 48 شخصا على الأقل مصرعهم بسبب سقوط أمطار قوية وانزلاقات أرضية في نيبال والهند خلال الأيام الماضية وتشكل الأمطار الموسمية سبعين إلى ثمانين بالمئة من الأمطار السنوية في جنوب آسيا وقد تؤدي إلى وفيات ودمار هذا وقتل نحو ألف وأربعمائة شخص في باكستان في الأسابيع الأخيرة جراء الأمطار والفيضانات دربت عدة هزات أرضية جنوب شرق تايوان بلغت قوة إحداها خمسة ونصف درجة وشعر بها سكان العاصمة تايبي كانت تايوان قد شهدت زلزالا عنيفا بقوة 6.8 درجات وأصفر عن مقفل شخص وإصابة نحو 150 آخرين بجروح في أعقاب زلزال عنيف خلف قتيلا وعشرات المصابين تعرض جنوب شرق تايوان لهزات ارتدادية بلغت قوة إحداها خمسة ونصف درجة وشعر بها سكان العاصمة تايبي وبحسب المعهد الأمريكي للدراسات الجيولوجية فإن الهزة الارتدادية الأخيرة وقعت على مسافة 66 كيلو متر جنوب مدينة هوليان الساحلية وعلى عمكة 13 كيلو متر ومنذ السبت الماضي يشهد جنوب شرق تايوان سلسلة من الهزات الأرضية ووقع زلزال عنيف بعد ظهر الأحد بلغت قوته نحو 86 درجة فدمرت طرقات ومساكن في مدينة يولي كما أصفر عن مقتل شخصا على الأقل فيما أعلنت السلطات عن إصابة نحو 150 شخصا بجروح وتقع تايوان في منطقة تشهد نشاطا زلزاليا كثيفا ويمتد عبر جنوب شرق أسيا وحوض المحيط الهادي وعلى الرغم من ذلك لا تسفر معظم الزلازل سوى عن أضرار طفيفة غير أن الجزيرة شهدت في الماضي كوارث ففي سبتمبر من عام 1999 وقع زلزال عنيف بقوة تجاوزت سبع درجات أودى بحياة نحو 2400 شخص في أسوأ كارثة طبيعية بتاريخ الجزيرة أعلنت السلطات اليابانية أن إعصار نانمادول يتحرك بشكل قوي وعنيف عبر منطقة كيوشو جنوب غرب البلاد ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة أكثر من 17 شخصا على الأقل هذا وقد أجل رئيس الوزراء فوميو كيشيدا رحلة إلى نيويورك ليوم واحد حتى يتمكن من مراقبة الوضع فيما أصدرت الحكومة أوامر إخلاء في المناطق التي يقيم فيها حوالي 9.7 مليون شخص في 14 محافظة ومن المتوقع أن يتحرك إعصار نانمادول تجاه شمال شرق جزيرة هونشو الرئيسية مع استمرار وكالة الأرصاد الجوية اليابانية في التحذير من الرياح العنيفة والمد والجزر والانهيارات الطينية يتغير واقع الحياة بقرية بحر البقر 2 بمحافظة الشرقية وذلك بفضل المبادرة الرئاسية حياة كريمة واستطاعت المبادرة الرئاسية تقديم حزمة متكاملة من الخدمات لأهل القرية هنا تغير واقع الحياة بقرية بحر البقر 2 بمحافظة الشرقية فالمبادرة الرئاسية حياة كريمة استطاعت على مدى قصير تقديم حزمة متكاملة من الخدمات لأهل القرية وهي مبادرة أنت الحياة تتوج الجهود كأول فعلية موسعة تتضمن قوافل طبية وثقافية وفنية لـ 35 ألف نسمة يستحقون حياة أفضل احنا هنا جايين في مبادرة أنت الحياة دي تحت غرار مبادرة حياة كريمة لمبادرة فخامة الرئيس ان احنا لازم نوصل للريف المصري ولازم ننزل لكل مواطن عشان نلبي له كافة تحتياجاته النهاردة ربنا كرمنا وإحنا جايين بناءنا للتعلمات معالي الوزير معالي وكي الوزارة ان احنا جايين ومعانا سبع عيادات طبية هنا معانا عيادة البطنة ومعانا عيادة الأطفال وعيادة العظام وعيادة الرمض وعيادة للتطعمات كملة تطعمات كورونا سواء جرعة أولة أو تانية أو تنشطية ومعانا كمان عيادة لتنظيم الأسرة وعيادة للنساء حضرتك احنا جايين هنا بالمجان الكشف والأدوية كلها بالمجان حضرتك ما فيش أي مقابل ده كدر كلهم هنا موجودين عشان نراحة المواطن المصري جيت هنا جسد السكر وكتبوا لي علاج للعينين عشان نبانهج وعصبوا هجعاني من السكر عند السكر شديد ستة أيام متواصلة يتم خلالها تقديم خدمات طبية تشمل الكشف على الأهالي بالعيادات المتنوعة وعمل الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان إضافة إلى ورش عمل لتعليم السيدات الحرف اليدوية والله طبعا عيادة البطنة متخصصة في الأمراض البطنة خاصة الأمراض المزمنة يعني زي أمراض الضغط أمراض السكر وفي حالات بنشخاصة زي أمراض الكلا أمراض القلب كل حاجة متعلقة بالبطنة تشخيص علاج الكبار يعني على القفلة كبير وفي حضور كبير وفي تنظيم برضو والناس قائمين على العمل والتنظيم بشكل كبير وطبعا بنشكر الناس اللي مسكين التنظيم واللي مشاركين في هذا التنظيم بيبزول مجود كبير عشان ننظام الحضور لأن طبعا عدد الناس كبير جدا استجابة كبيرة للقفلة ده تالت يوم تقريبا وبرضو العدد الحضور كل يوم متزايد بدأنا إزاي نصمم الأشكال وإزاي نختار بدايل وإزاي نعمل الحرفة دي من خامات بيئية يعني ممكن خامات أصلا مستهلكة ممكن قدر نعمل منها دوت إزاي نقليل في التكلفة إزاي نعمل أفكار كتير أكتر وبعد كي بدأنا نشغل بقى على فكرة الألوان وإزاي نشغل على الألوان والتصميمات والحاجات دي جينا هنا فتعلمنا الحاجة دي في المدرسة بتاعت بحر البجر وبتاعتنا وجنبنا تعلمنا في الشغل دي وحاجة حلوة اللي تعلمنا من مشروعها كريمة أن هم علمونا إزاي مش كنا الأول نعرف يعني إز وجاج معشق المدرب علمنا طبعا إزاي نكسر الأزاز وإزاي نحن نشكله وإزاي نحن مثلا نعمل نكسر الأزاز ونشكله بحيث أنه يطلع شكل كويس وشكل حل كما تتضمن مبادرة أنت الحياة ملتقى توظيفي وندوات توعوية بمخاطر الزواج المبكر والأمراض الفيروسية مبادرة أنت الحياة التي تنفذ هنا بقرية بحر البقر 2 بمحافظة الشرقية تقام تحت مظلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة وهي أولى الخطوات التوعوية التي تبني الإنسان وتستمر حتى الثاني والعشرين من سبتمبر الجاري سالي سالم التلفزيون المصري أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن تقديم 55 ألف خدمة تعليمية لطلاب قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك في إطار الدور المجتمعي للمؤسسة لدهم الطلاب الأكثر احتياجا يأتي ذلك من خلال تكفل المؤسسة بدفع المصرفات الدراسية وتوفير المستلزمات الدراسية اللازمة بنطاق العشرين محافظة الخاصة بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك تنفيذا لتوجهة الرئيس السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية كما يأتي تقديم الخدمات تزامنا مع عودة المدارس وبداية العامة الدراسية الجديد حيث حددت المؤسسة مرموعة من المعايير للاستفادة من المبادرة وفي مقدمتها أن يكون الطالب من خارج الفئات المعفى من سداد المصرفات وذلك بعد تنصيق مع كافة الجهات المعنية مع وضع الأيتام والأرامل والمرأة المعيلة فأولوية ضمن الفئات المستهدفة والأولى بالرعاية تواصل الحكومة أعمال تطوير البنية التحتية للاتصالات ومد كابلات الألياف الضوئية بمحافظة قنة ضمن المبادرات الرئاسية حياة كريمة ويجري تنفيذ 86 مشروعا بقطع الاتصالات حيث تم الانتهاء من تركيب 450 وحدة تجنيع ذكية كما تم الانتهاء من إحلال العملاء على شبكة الألياف الضوئية بدلا من الشبكة النحاسية في خمسة كرة بإجمالي 1224 عميل ويجري العمل بباقي الكرة المستهدفة بالمبادرة الرئاسية توجه تقافلة طبية تابعة لجميع قناة السويس إلى قرية الحجاز بمركز ومدينة الإسماعيلية في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وأكد رئيس الجامعة الدكتور ناصر مندور أن الجامعة مستمرة في تقديم الدعم الكامل للمواطنين حيث تم تقديم الكشف والعلاج بالمجان لنحو 670 مواطنا بقرية الحجاز فضلا عن التثقيف الصحي والتوعية بمرض الأنيمية لدى الأطفال وأسس التغذية السليمة وكذلك التوعية بفيروس كورونا وطرق الوقاية منها سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير للبنك الدولي الذي أشار إلى الارتفاع الكبير لما شهدته مصر في السنوات الأخيرة من نسب ومعدلات الالتحاق بالتعليم العالي وأشار التقرير إلى نسبة الالتحاق الإناث بالتعليم العالي حيث أوضح أن الالتحاقهم بالجماعات الحكومية مثل 55% من إجمالي الملتحقين بالتعليم العالي وهو ما يسلط الضوء على التقدم المذهل في تعليم الإناث على مدى السنوات القليلة الماضية في إطار دورها المجتمعي الهام ما تطلق المتحدة للخدمات الإعلامية حملة جديدة بعنوان أخلاقنا الجميلة تستهدف الحملة التأكيد على الأخلاق التي تأمر بها جميع الأديان السماوية والإنسانية وحسن المعاملة تنطلق الحملة على عدة مراحل عبر وسائل المتحدة للخدمات الإعلامية المختلفة والهدف منها تربية أجيال جديدة على القيم والعادات والتقاليد المصرية الأصيلة شهدت وزيرة الثقافة نيفين الكلاني ووزيرة الثقافة الألبانية إلفا ماردريتي توقيع بروتوكول تعاون في المجالات الثقافية والإبداعية وأكدت وزيرة الثقافة قوة العلاقات بين مصر وألبانيا مشيرة إلى أن البروتوكول يتضمن العديد من سبل التعاون وتبادل القبرات بين الجانبين في شتى مجالات التعاون الثقافي يأتي ذلك ضمن مشاركة توزيرة الثقافة في فعاليات الأسبوع الثقافي المصري الألباني والذي يقام بالعاصمة الألبانية تيرانا خلال الفترة من التاسع عشر وحتى الخامس والعشرين من سبتمبر الجاري يحتفل العالم باليوم العالمي للنظافة لتشجيع وتعزيز قيمة وأهمية النظافة لدى الفرد والمجتمع في مدينة شرم الشيخ نظمت إدارة محميات جنوب السيناء بالتعاون مع وزارة البيئة حملة نظافة لمنطقة محمية نبق بمدينة شرم الشيخ وذلك على هامش الاستعدادات لقمة المناخ كوب 27 في شهر سبتمبر من كل عام يحتفل العالم بيوم النظافة العالمية بهدف تنظيف الكوكب من النفايات إضافة إلى حل المشاكل البيئية المتمثلة بإزالة الغابات والاحتباس الحراري واستعداداً لقمة المناخ كوب 27 نوفمبر المقبل بشرم الشيخ نظمت إدارة محميات جنوب سيناء بالتعاون مع وزارة البيئة حملة نظافة لمنطقة محمية نبق بمدينة شرم الشيخ ضمن فعليات التنظيف احتفالاً بيوم العالمي للتنظيف في ضوء التحضيرات مؤتمر الأطراف مؤتمر المناخ كوب 27 حين نرى النهارده مجموعة من الشباب مجموعة من العاملين في فنادق شرم الشيخ ونبق كلهم بيتعاون يعني يخلوا المحمية ومدينة شرم الشيخ في قبها صورها وذلك بتحضير مختمراً منها الحملة شارك بها عدد كبير من شباب شرم الشيخ المتطوعين والعاملين بفنادق المدينة حيث قامت الفرق المشاركة بجمع النفايات والأكياس البلاستيكية وزجاجات الفارغة والأوراق من داخل صحراء محمية نبق جورنا كبني أدمين وكشباب عايش في المكان أننا لازم ننظف ونحافظ على البيئة بتاعتنا عشان ده لي أثار سربية كتير قوي ونحن مبسطين قوي إن شرم الشيخ يختروها لأنها تكون المكان اللي هيقام فيه كوب 27 نظراً لأهميتها البيئية نحن بنرفع الوعي البيئي علشان الأجيال يعني علشان التنمية المستدامة إزاي نحن نحافظ على الصروات الموجودة ونشيل الأجيال الجاية في الصروات الطبيعية الموجودة بنستهدف البلاستيك أو لوياتنا في البلاستيك في اللم من الصحراء علشان هو اللي بيأزي زرع أكتر حاجة والكائنات البحرية وتتضمن الحملة أنشطة متعددة يتعرف من خلالها المشاركون والمتطوعون على مفهوم اليوم العالمي للنظافة وأهمية إعادة التدوير وفصل المخلفات وترشيد الطاقة والمياه وتقليل استخدام المواد البلاستيكية والتعريف مخاطرها على الحياة البحرية قرر محافظ البحر الأحمر عمر حنفي خلال اكتماعه مع أعضاء جمعية الصيادين إعادة فتح الصيد للصيادين وللهواء عقب توقف الصيد لمدة أربعة أشهر وذلك بعد وضع الضوابط اللازمة للحفاظ على ثروة السمكية بالبحر الأحمر وعدم تعرضها للإستهلاك غير المقنن في الوقت نفسه يوجه محافظ البحر الأحمر بصرف تعويضات مالية للصيادين عن فترة وقف عمليات الصيد في نطاق البحر الأحمر خلال فترة تكاثر الأسماك مشيرا إلى أنه سيتم صرف مبلغ ثلاثة ملايين جنيه تعويضا لكل الصيادين الذين لديهم رخصة صيد داخل البحر الأحمر بالإضافة إلى وضع مليون جنيه تحت حساب جمعية الصيادين تحسبا لوجود أي طارئ أو أعمال وقف صيد غير متوقعة والآن موعد وقفتنا الاقتصادية في نشرة السادسة وتفاصيل أخبار الاقتصادية مع رغبة أبو ليلى تفضل رفض شكرا لكم إلهم نمر ومحمد عبدو إلى أخبار المال والأعمال محليا وأيضا عالميا أهلا بكم ذكرت وزارة البترول أنه يتم حاليا ربط منظومة التكرير في شبكة موحدة من خلال الهيئة المصرية العامة للبترول تدار رقمياً وخلال انعقاد الجمعيات العامة لشركات القطاع العام العامرية والإسكندرية للتكرير والفتروكيمويات المصرية لفت وزير البترول طارق الملة إلى أهمية الإصراع بتنفيذ المشروعات التوسعية بالشركات وفقاً للبرامج الزمنية المحددة ووضعها على الإنتاج لتقليل كميات الاستيراد وتعظيم الفوائد التي يتم تصديرها ارتفعت صادرات مصر من الملابس الجاهزة خلال الفترة من يناير إلى يوليو من العام الحالي بنحو 35% لتسجل 41% مليار دولار مقابل 61% مليار دولار خلال نفس الفترة من العام 2021 وأشر المجلس التصديري للملابس الجاهزة إلى أن صادرات شهر يونيو 2022 حققت زيادة بنسبة 21% لتسجل 244 مليون دولار مقابل 201 مليون دولار في يونيو 2021 وأضف المجلس أن الولايات المتحدة الأمريكية تأتي في مقدمة الدول المستوردة من مصر بما قيمته 820 مليون دولار خلال أول سبعة أشهر من 2022 جاءت أوروبا في المرتبة الثانية وإلى سوق المال حيث أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين وارتفع رأس المال السوقي بنحو خمسة ونصف مليار جنيه ليغلاق عند المستوى 682 و167 من ألف مليار جنيه على صعيد المؤشرات فقد فتح مؤشر EGX30 عند مستوى 9763 نقطة مرتفعاً بنسبة 93% بالمأة ليغلاق عند مستوى 9854 نقطة كما فتح مؤشر شركة الصغيرة والمتوسطة EGX70 عند مستوى 2114 نقطة مرتفعاً بنسبة 92% بالمأة ليغلاق عند مستوى 2177 نقطة وفتح مؤشر EGX100 عند مستوى 3036 نقطة ليرتفعاً بنسبة 2,38% بالمأة ليغلاق عند مستوى 3,109 نقطة إلى أسواق العملات حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولر الأمريكي 19.37% جنيه للشراء و19.44% جنيه للبيع اليورو وصل إلى 19.34% تسعة عشر و43% الجنيه الإسترليني 22.3% 22.14% الدرهم الإماراتي 25.25% أخيراً الريال السعودي 55.15% في أسواق المعادن النفيسة تراجع سعر الدهب تحت وطأة صعود الدولر ليصل إلى 1661 دولاراً للأوقية محلياً وصل عيار 18 إلى 957 جنيه للجرام عيار 21 وصل إلى 1116 جنيه للجرام عيار 24.276 جنيه للجرام أخيراً الجنيه الذهب وصل إلى 8.928 جنيه أنهت أسواق الخليج التعملات على تراجع وسط مخاوف من أن البنوكة المركزية حول العالم سترفع مجدداً تكلفة الاقتراض لكبح التضخم المرتفع هذا الأسبوع بما يشمل احتمالات رفع حاد للغاية لأسعار الفائدة بالولايات المتحدة تراجع المؤشر السعودي بنسبة 1.11% مواصلاً خسائره للجلسة الثانية على التوالي خسر المؤشر الرئيسي لسوق دبي 4.10% كذلك تراجع مؤشر أبوظبي 1% أما في قطر فتراجع المؤشر الرئيسي 1.7% مع هبوط أغلب الأسهم على المؤشر كما هبط المؤشر الرئيسي لبورسة الكويت بنسبة 17% في المقابل ارتفع المؤشر الرئيسي لبورسة عمان بنسبة 1.10% لمسها الروبال أعلى مستوى في شهر واحد مقابل الدولار مع توقع المحللين خفض السعر الفائدة بروسيا بمقدار 50 مقطة أساس أصبح الروبال العملة الأفضل أداء في العالم هذا العام مدعوماً بالضوابط الطارئة على رأس المال التي أطلقها البنك المركزي الروسي في محاولة لوقف عمليات بيع جماعية في أعقاب العملية العسكرية بأوكرانيا نهاية الأخبار الاقتصادي عودة من جديد إلى إلهام ومحمد بأخبار الاقتصاد والمال والأعمال نصل مع حضراتكم لختام نشرة السادسة بقي أن نذكركم بأبرز العنوين الرئيس السيسي يوجه بالتعاون مع مجموعة ميرسك لإنشاء شبكة وطنية لإنتاج وتوزيع الطاقة الخضراء والوقود النظيف للسفن نيابة عن الرئيس السيسي مدبولي يشارك في مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية استعدادا لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ شكري يناشد الدول والأطراف المعنية بالتحرق العادل لموادهة تغير المناخ انتهت النشرة أشكركم على طب المتابعة ودمتم سالمي موسيقى